موسيقى بعد التصريحات التي بتها شفيق العمراني والتي سرح من خلالها منعه في مطار ببلجيكا التوجه إلى المغرب وأن السلطات المغربية تمنع مواطنها من السفر إلى بلدهم توجه طاقم أخبارنا الجالية إلى مطار بروكسيل الدولي ليظهر للمواطنين حقيقة الأمر هذا وقد صرح سفير المملكة بهذا الخصوص بعدم توصله بأي شكاية من الجالية المغربية ببلجيكا شكرا لكم على هذه المبادرة لكي نوضحه بمغالطات أنا تفاجأت من تصريح أحد المواطنين المغربة في مطار بلجيكا الذي قال البارح بأن السلطات البلجيكية منعه من السفر ومنعه مواطنين آخرين من السفر نتيجة لأوامر بين قوسين نعطيها السلطات المغربية السلطات البلجيكية باش ما يخلي واش مغربا يدخلو إلا إلا تقدموا دلائل تويت على تم غربية ديالهم في الواقع هذا أشياء غير موجودة على الإطلاق أولا السلطات المغربية ما عندها علاقة بالسلطات ديال الحدود في بلجيكا ثانيا على حساب علمنا واتصالات اللي عندنا دائما مع المسؤولين ديال الشركات الخطوط الملكية المغربية وديال أير عربية أن المغربة كي يسافروا في ظروفين آمنة وما تصل بنا حتى شي مغربي اللي كي يترح هذا المشكل ولهذا كل التصريحات اللي جات على فهم هذا الأخ واللي أسأت للبلد هي تصريحات ظالمة وهي تصريحات تعتمد على معطيات غير موجودة على الإطلاق وتنشكر القناة ديالكم لتحت لنا هذه الفرصة باش نعطيه هذه التوضيحات ونأكدوا على أن الصفارة والخنصليات المغربية يران إشارة مواطنين المغربة ونحن متابعين عن كتب هذه الأمور ماشي من اليوم منذ شهور وبالتالي ما توصلنا حتى بشي شكوى ولا طالب من شي مغربي اللي قلنا على أنه وجد عراقيل من طرف السلطات البلجيكية لدخول إلى المغرب بما فيهم هذا الأخ كريم اللي ما تصلش بنا وما تصلش بالمصالح ديالنا وشكرا ودبا أنا غدي مالأزيق بعدك في واحد الإطار عمل يعني بالنسبة لصوفيا إيفانس كي رئيس دي الجمعي ديالنا هذي باش مشيو تماما إن شاء الله هذي نتقوم على المؤسسات المغربية باش ننبريبارو المسائل ديالنا هذي يعني غدي فهل الإطار عمل باس وحنا عارف بلي هنا بلجيكا منعات للي وياج كي نسون با إسسنسيال ثانيا بالنسبة لإجراءات الإجراءات الأول داس بيخير باسكو بينا ديالنا تسانسون رونال لتس نيغاتيف ولا كي ما يقولوا علش ركاتي مسافر الحمدلله إجراءات بولنسان وكي نشوفو زمكنا ديالارام الحمدلله وقفين معنا كيفهمونا يتو الإجراءات بالنسبة لإجراءات لأرى غدي بيخير السلام عليكم بعدك أن بنشكر أخبارنا الجالية اللي ديما فيما كان كان لقاحا حاضرة وديما كتترقب أخبار الجالية باس بحال الله لديمشوف جينا هنا المطار اليوم بغزاق طلقينا مع أخبارنا الجالية تباك الله لكم بعدك أمري نحييكم من هذا المنبر وبالنسبة لإجراءات اللي درنا دباب بنسبة للعب باش بشو المغري مشاء الله طلبوا منا لاتي ستاسيون صغلونه وطلبوا منا علش غدي نمشيو عدنا وحد دعواء مهم بروفيسونل ووالا وعطانوا المسائل دينا كوش داز بأمل له والناس ديال الخوضة الملكية وقفين معنا تباك الله تهوما كنشكرهم على المساعدة ديالهم وكنشكر أخبار جالية ستبشاعد تباك الله لكم أما الشيعة وطلاة مع الأسف عندي واع استدعاءة في المحكامة سني لاجم محضر له لياها دا غادي نمشي باش درسي لانجيستخمو شنو طلبوا لي كدابا طلبوا لي الباسبور تباك الله لكشيواتوريزاشن أو لشحادة؟ لا لا pourtant جي ديجا préparé لكشيواتوريزاشن أو تريبنال كي انبوني دي فور مهي ملن با دمانده أول حاجة تلبوا ديكلا رسون هنهر ومن بعد فلادوان قتل كيفو خسن نزيدو شهادة إضافية السبب ديال السفر بالنسبة لزوجة عندي الواليد ديالها مريد بزاف الله يشافيه فعنا شهادة طبية شهادة طبية اللي كاتشهد بالحالة دياله وفي نفس الوقت باش تكون موجودة موجودة معاه موسيقى 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 موسيقى